عقد في محافظة المفرق المؤتمر الطبي الأول بعنوان نحو مجتمع خال من التدخين ومشاركة واسعة من القطاعات الطبية المحلية والعربية والدولية حيث يهدف المؤتمر إلى النهوض بالمنظومة الصحية وتحسين جودتها ورفع كفاءتها بمشاركة واسعة من القطاعات الطبية المحلية والعربية والدولية ومن مختلف الاقتصاصات الطبية عقد في محافظة المفرق بتنظيم النقابة للطباء في المحافظة المؤتمر الطبي الدولي بعنوان نحو مجتمع خال من التدخين رؤى وتحديات تضمن على كلمات لعدد من المتحدثين أشاروا فيها إلى أهمية عقادة هذا المؤتمر في المحافظة مؤتمر دوليا بمشاركة عالمية ويأتي لتحقيق رؤى جلال سيدنا وهذا المؤتمر يحتوي على مشاركة من خمس جامعات عالمية بالإضافة إلى الخبرات الأردنية وبمشاركة من مختلف القطاعات تم استقضاب 151 ورق عالمية من مختلفة خاصات سواء كانت من وزارة الصحة أو مدرات خدمات الطبية والجامعات الأردنية بالإضافة للقطاع الخاص ومع ذلك تم دراسة أربع وراق عالمية عالمية من جامعات متفرقة المولايات المتحدة وجامعة كندا وبريطانيا وهولندا المشاركون بدورهم أكدوا على ضرورة الاستنظار بعقد مثل هذه المؤتمرات الطبية لتعزيز ومجل سورة التواصل المهني والعلمي مع بين المشاركين وتطوير مسيرة التعليم الطبي وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية والطبية محافظة المفرق تجاوز عدد أطباء فيها 600 طبيب المسجلين وأكثر من 120 عيادة يقوموا برفض نقابة الأطباء بخبراتهم والاستفادة منها في المستشفيات والتشاركية المطلوبة ما بين المستشفيات وزارة الصحة وما بين النقابة هي تعتبر أساس وعمود للتطور المهني المستمر ما بين نقابة الأطباء والمستشفيات الموجودة في محافظة المفرق أيضا القطاع الخاص في المفرق يشمل جميع التخصصات من خلال آخر عشر سنوات والحمد لله وكان المؤتمر يحتوي على جميع التخصصات العلمية وتم التحدث بأوراق علمية متميزة خلال المؤتمر وتضمنت فعاليات المؤتمر على تقديم أوراق عمل تركزة على النقلة النوعية والتي ما زالت تشهد القطاعات الطبية وبمشاركة أصحاب العلاقة من خلال عرض التجارب المهنية وذلك لتطوير المنظومة الصح